اشتركوا في القناة 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 السيد المسيح من خلال لهوته لكن ما صارتش كل الامثال وما صارتش حاجات كتير لكن كان بيركز بس على فترة معينة من خرمة السيد المسيح على الارض في عشرين يوم عشان يقدم لنا المعجزات والامثال اللي كانت تخص لهوت السيد المسيح عشان كده هذه المعجزة تخص لهوت السيد المسيح العرص اللي كان في قناة الجليل عرص حضروا السيد المسيح وحضرته الستة العذرة وبعض التلاميذ وكان من العادات والتقاليد اليهودية في العرص يبدأ العرص يوم اربع يوم الاربعاء وينتهي يوم الاربعاء يعد لمدة اسبوع من الاربع للاربع ويحطوا اجران عند مدخل البيت مخصصة لحفظ الماء وده للتطهير عشان بيعتبروا ان وجود ربنا في يعني لما يجتمعوا اكتر من شخص فيبقى وجود ربنا موجود ربنا موجود فيبقى فيه ميا من برا للتطهير عشان اللي داخل يطهر نفسه قبل ما يخش العرص ويقدم في العرص المشروب المشهور اللي هو عصير العنب الطازج اللي هو الغير مختمر اللي هو الخمر وكلمة خمر طبعا وردت كتير في الانجيل وليها معاني مختلفة لها معنى عصير عنب طازج لها معنى عصير العنب اللي هو نيين اللي هو المعصرة او عصير العنب اللي هو المختمر او اللي هو المسكر كلمة باللغة العربية كلمة واحدة اللي هي خمر لكن باللغة اليونانية لها كذا معنى أو لها كذا كلمة في المعنى ده هو عصير يعني بالغير مختمر وفي هذا العرس اللي حضره السيد المسيح وحضرته الست العدرة وبعض التلاميذ ونفذ الخمر فجد الست العدرة تطلب من السيد المسيح ليس لهم خمر والخمر زي ما شفنا النهاردة في المزمور ان هو بيقول عن الخمر ان هو مفرح يعني ان هي يشير الى فرح في فرح فليس لهم خمر يعني ايه يعني ليس لهم فرح فقال لها السيد المسيح مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد لم تأتي ساعتي بعد يصد ايه بساعتي ديت ساعة ايه ساعة الصليب يعني كأنه بيقولها لو انا ابتديت المعجزات الصليب هيقرب والساعة بتاعت الصليب لسه مش معادها لكن اكراما للست العدرة الرب يسوع بدأ المعجزة وهنا بدأ العد التنازلي للاقتراب من الصليب وجات بعد كده الست العدرة رحت قالت ايه قالت للخدام اللي يقول لكم عليه اعملوه وهنا لفتت نظر اني هي اشارت بشفاعتها او بطلبتها للسيد المسيح لكن برضو على حسب ما ربنا يقول وعلى حسب ارادة ربنا وعلى حسب ما هو يقول فبيقول ما لي ولك امرأة لم تأتي ساعتي بعد فرحت قالت للخدام مهما قال لكم ففعلوه رح السيد المسيح قال املأوا الأجران ماء املأوا الأجران ماء يعني هيعمل المعجزة في هذا العرس السيد المسيح قدم حكتين قدم حكتين في تحويله من الماء الى خمر قدم حكتين الحاجة الاولانية قدم باركة بارك هذا العرس بارك هذا العرس وكان رابطة الزواج المسيحي التي لا يفصلها اي شيء سوى الزنا او الموت هنا بارك السيد المسيح هذه الرابطة عشان كده نلقى ان مرتبط في هذا العيد قراءة الانجيل معلمنا ماريوحان الأسعى التاني نلقى برضو في العشية متى التسعة تاشر اللي هو بيقول برضو عن ايه الذي جمعه الله لا يفصله انسان لا يفرقه الانسان وعشان كده هنا بيدي الحاجة الاولانية اللي ادهها السيد المسيح في هذا العرس انه هو اده بركة وعشان كده في كل صلوات الاكليل في معظم السلوات نلقى اني يا من حضرت في عرس قان الجليل بارك هذا الزواج كما باركت في ذاك الزواج نلقى دايما بيشير العرس قان الجليل من ناحية البركة لان سيد المسيح اعطى بركة لهذا العرس بركة في هذا العرس وعشان كده في صلوات الاكليل بنصلي اشارة لما للبركة دية اللي حصلت في هذا العرس بوجود السيد المسيح وبتحويل الماء الى خمر برضو بنشير الى هذا البركة دية انه يبارك في العرس اللي احنا بنعمله برضو وبردو في هذا العرس ربنا برضو اعطى حاجة تاني اعطى فرح كان الصديق المفرح لان الانسان منذ خطية ادم غاب عنه الفرح لان كان فيه حاجة فصلة بينه وبين ربنا اللي هي الخطية فعشان كده جه المسيح بعمله الخلاصي المفرح ادم لنا هذه المعجزة اللي في عرس قانا الجليل وكأنه بتحويله من الماء الى خمر والخمر دوت اللي هو بعد كده يشير الى الفخارستية دم المسيح اللي هي ساعته اللي هي ساعة الصليب كأنه بيقول انا هقدمكم فرح الفرح دوت في الخلاص اللي انا بقدهه لكم في صلبي وبدلكم الخلاص دوت فعشان كده في هذا العرس اعطى حاجتين اعطى بركة واعطى فرح وفي كل عرس بنشوف الناس فرحانة وكله فرحان في هذا العرس وكأنه في هذا العرس دايما اشار السيد المسيح في امثلة كتير في الانجيل عنه انه هو العريس وعن النفس البشرية او عن الكنيسة وهي العروس وزيما اشار في العهد القديم في نشيد الانشاد واصفار تانية انه هو برضو العريس وان النفس البشرية او الكنيسة هي العروس كأنه في هذا العرس او في هذا الحفلة اللي ربنا بيدي فيها بركة وربنا بيدي فيها فرح كأنه هو بيقول انا جاي عريس عشان اطلب عروستي اطلب النفس البشرية واكون في علاقة ابدية علاقة اتحاد زيجي بين العريس بيني انا بين ربنا وبين العروس بين النفس البشرية اعطى بركة واعطى فرحة اعطى بركة واعطى فرحة ومن خلال اعطايا ربنا ربنا قال لنا ايه دي نعمة هدهلكم بس النعمة ديت اللي انا هدهلكم عاوزة ايه مفيش نعمة هدهها كده مع كل نعمة محتاجة ايه محتاجة جهات فربنا عليه دور النعمة هدهولنا والانسان عليه دور اللي هو الجهات ده اللي احنا هنعمله دور الجهات هنا اللي هو كان فين في المعاجزة ديت اذا كان ربنا جيه إدى بركة وإدى فرح وإدى المعجزة نفسها تحويل الماء إلى خمر ودي كانت النعمة اللي ربنا اداها الجهاد كان فين في هذه المعجزة إنه لما قال املأوا الأجران مع الخدام اللي هم قالوا يملؤ الأجران كان ربنا ممكن يعمل المعجزة ديت من خلال ملايكة من خلال نفسه يخلق الخمر على طول من غير أي حاجة بس هو أشار هنا لعمل الجهاد قال إن أنا هد النعمة ديت بس أنا محتاج للإنسان يشتغل برضو ومحتاج للإنسان دوت يجاهد فالجهاد دوت عمل الجهاد دوت إنه هو في مالي الأجران ماء ده هنا كان الجهاد جهاد الإنسان يعني ربنا بيقول لي إيه أنا هتدي لك نعمة وهتدي لك بركة وهتدي لك فرح وهتديك خلاص أبدي وهتدي لك نفسي هتدي لك حياتي ودمي لكن أنا محتاج منك دور هو دور الجهاد اللي أنت محتاج تعمله واحد يجي يقول مثلا أنا بقرأ الإنجيل ومش بفهم في حاجة أو أنا بقعد أقرأ 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 وأسرح ومعرفش نيجي نقول هنا إيه يسمع أبونا يقول له إيه يقول له ما عليش أقرأ وربنا هيعطيك فهم لأن القرأة ده ده عمل الجهاد الجهاد بتاعك والنعمة دي أنت بتطلب من ربنا أنه يعطيك نعمة ويعطيك فهم واحد بيصلي ويصرح ويتشتت وبرضه ممكن الشيطان يحر بيقول طب وإيه الفايدة ما أنت بتصلي وبتقعد تنم في ده وده وده لكن برضه محتاج تعمل محتاج تجاهد وربنا هيدي نعمة أنه هو هيشبعك ويرويك في هذه الصلاة واحد بيعمل خير وخدمة للآخرين ويخدم الكل لكن مفيش فرح ومش حاسس بالفرح دوت وحاسس بالتعب وحاسس دايما أنه هو تعبان فربنا يقول له إيه لا جاهد ويتعب وأنا هأدي لك فرح وهأدي لك برك هأدي لك نعمة فعشان كده في هذه المعجزة ربنا بيقول لي إيه ما تتعبش ربنا بيقول لي ما تكسلش لازم تتعب لازم تجاهد لازم تجاهد وأنا هأدي لك نعمة أنا هأدي لك نعمة أنا هأحول الماء إلى خمر بس أنت أمنى الأجران هذا الماء وأنا هأحولها لك إلى خمر عاوز يكون ليك نصيب في العرص السماوي عاوز أكون أنا عريسك وأنت العروس عاوز يبقى قلبك مليان ويبقى قلبك شبعان ومروي املى أجرانك ماء جاهد جاهد جهاد روحي جاهد جهاد قانوني زي من بوليس الرسول بيقول جاهد وربنا هيعطي من خلال نعمته هيكمل جهادنا وهيخلينا وهيخلي هذا الماء اللي احنا جاهدنا فيه يخليه إلى إلى خمر عشان كلا في هذه المعجزة اللي احنا بنشوف فيها كعيد سيدي صغير وأحد أعياد الظهور الإلهي بنشوف فيها مجد ربنا بنشوف فيه هذه العلاقة بين العريس وعرسته بين السيد المسيح والنفس البشرية بنشوف فيه هذه العلاقة اللي أعطت بركة لكل زواج كل زواج كل اتنين بيرتبطوا بعض بسر الزيجة أعطى بركة وبنشوف بردو أنه هو أعطى فرح أعطى فرح المسيح المفرع إلهنا يعطينا بركة هذا العيد يعطينا بركة وفرح له كل المجد من الآن وإلى العبد آمين